يا أهلا فيكو من جميع الدول معاكو أحمد محترف في قراءة التارت سنقرأ لصديقنا برج الحوت يا صديقي يا برج الحوت سنرى شو مخبالك عن طريقة أوراق التارت برج الحوت العنصر مائي طبيعته نظري اللون المفضل السماوي الكوكب المؤثر نبتن والمشتري سنرى شو مخبالك يا صديقي يا برج الحوت سنرى شو مخبالك عن طريقة أوراق التارت سنرى شو مخبالك عن طريقة أوراق التارت شو مخبالك عن طريقة أوراق التارت سنرى شو مخبالك عن طريقة أوراق التارت إلا نقطار أوراق التارت السماوي المؤثر مولود برج الحوت هناك ملك قادم بالمرحل الجاي أنت رح تكون دو شأن كبير وتحصل على مقام عالي جدا بين الناس ويحبونك أكثر من الطبيعي وسيعرضون عليك خدماتهم ويتمنوا القرب منك طبعا مش بالوقت الحالي هاي بعد ثلاث تشهر من تنزيل الفيديو ستتعرف على أصدقاء جدا محبين لك ورح تكون منسج معهم رح تكونوا ثلاثي يعني أنت وكمان اثنين رح تكثروا من الرحلات الترفيهية محبين جدا لبعض وبتخافوا على بعض رح تكونوا أصحاب وصاحب صاحبه وبتمنى لكل سعادة ستتصر على أعدائك والشخص اللي بدك تتصر عليه شخص مش عادي ذو ملك كيف يعني ملك يعني يعني شخص راس من الناس اللي محسوب إحسابها بس أنت وياه مش أصحاب ولا بتحبوا بعض رح تتصر عليه بشكل واضح ومبين انت صار صاحب ستعود لك الحياة من أول وجديد انت كنت متعرض بالفترة الماضية لظلم من الناس اللي حواليك وما كان حدا يفهمك لكن بالمرحلة هاي الفترة اللي جاي رح يحبوك كثير ويتعلقوا فيك ورح تبلش تبلي بلاء حسن يلجأوا لك وقت الحاجة لكي تنصحهم شو يعملوا في حياتهم هناك ضغوطات في العمل واليأس رح يحاول يسيطر عليك في طاقة سلبية احذر منها يا صديقي يا برج الحوت حاول امنع هاي الطاقة قد ما تقدر كيف يعني امنعها رح هاي الطاقة شو تعمل فيك رح تخليك تيأس ما يكون عندك تقدم ولا فرحة حاول كو متفائل محب جدا للحياة محب جدا للحياة محب جدا للحياة وكون كمان لا تكثر من النوم واي اشي بدك اياه قوم فيه بشكل سريع لان هالطاقة السلبية رح تحاول تخليك خدر وثابت مكانك وعك تسيطر عليك هناك شخص دون نفوذ عالي سيحاربك يا صديقي يا برج الحوت تحايد الاستدام معه فهو اقوى منك وقل شو بوقته حلو يا صديقي تحايد الاستدام مع هذا الشخص وانت رح تعرف انك ذكي جدا انتهت قراءتنا لمولود برج الحوت ارجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ولا تنسوني في اللايك